الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحمد الله تعالى وأصلي وأسلم على خاثم أنبيائه ورسله وأحييكم حضرات المشاهدين الكرام بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته لازلنا نتابع تفسير الآيات العلمية في القرآن الكريم وقلنا مرات عديدة أن هذه الآيات لا يكفي فيها الاعتماد على اللغة وحدها على أهمية اللغة وضرورتها ولكن لا بد من إضافة البعد العلمي حتى نفهم دلالة هذه الآيات فهما كاملا فإذا فهمناها استطعنا أن نستنتج من هذا الفهم سبق القرآن الكريم بالإشارة إلى العديد من حقائق هذا الكون التي ما كان ممكنا لأحد من البشر أن يلم بها في زمن الوحي ولا لقرون طويلة بعد زمن الوحي وهذا مما يشهد لهذا الكتاب العزيز بأنه لا يمكن أن يكون صراعة بشرية وتوقفنا في الحلقة السابقة عند صورة فاطر والآيتان 27 و28 والثاني يقول فيهما ربنا تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء والخطاب هنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكافة المؤمنين برسالته ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء وقلنا أن دورة الماء حول الأرض من أعظم دلالات طلاقة القدرة الإلهية المبدعة في هذا الكون والتي تدل على أنه لا يملك ذلك إلا الله ومن هنا يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه في صلح الحديبية يعني غضب كثير من الصحابة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى لمشرك قريش كثيرا من التنازلات وكان سيدنا عمر عليه رضوان الله يسأله ألست برسول الله؟ يقول له بلى ألستنا على الحق؟ يقول بلى لماذا نعطي الدنية في ديننا؟ فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم يا عمر والله إنه الفتح ورجع المسلمون في طريقهم إلى المدينة المنورة وفي الطريق باتوا وأصبحوا لصلاة الفجر وكانت السماء قد أنطرت وأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمازح أصحابه كعادته صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا حقا فسألهم أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم فيقول صلى الله عليه وسلم قال ربكم أصبح من عبادي مؤمن وكافر قالوا ومن المؤمن ومن الكافر يا رسول الله؟ قال من قال أمطرنا بنوء كذا أو نوء كذا فقد كفر بالله وآمن بالكوكب ومن قال أمطرنا برحمة من الله وفضل فقد آمن بالله وكفر بالكوكب فإنزال الماء لا يملكه إلا الله سبحانه وتعالى ولذلك قال ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها وهنا طبعا الاختلاف هنا قد يعني التنوع واختلاف الألوان والأحجام والأشكال والطعوم إلى آخره لكن ربط الآية أو سياق الآية يؤكد على أن هناك رباط بين ألوان الثمار ونوع الطربة التي تنمو عليها وهذا ما أثبته العلم في أواخر القرن العشرين ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغربي بسون ومن طلاقة القدرة الإلهية أن هذه الألوان الثلاثة الأبيض والأحمر والأسود هي الألوان الأساسية للصخور النارية وعلماء الأرض يقسمون الصخور النارية إلى ثلاثة مجموعات أساسية صخور حمضية وفوق حمضية تتميز بالألوان البيضاء والحمراء صخور قاعدية وفوق قاعدية تتميز بالألوان داكنة الخضرة والسوداء والعرب يسمون الأسود أخضر ولذلك قال ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغربي بسون طبعا مختلف ألوانها تعطينا المراحل الانتقالية بين صخور الحمضية وفوق الحمضية وصخور القاعدية وفوق القاعدية هذه الصخور يسميها العلماء الصخور الأولية تفتتها عوامل التعرية فتكون الرسوبيات إذا تضغطت هذه الرسوبيات كونت صخور رسوبية وهي تأخذ نفس ألوان الصخور الأولية التي استمدت منها فيقول ربنا تبارك وتعالى ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغربي بسود ثم يربط ألوان البشر أيضا بألوان الثمار وألوان الصخور ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغربي بسود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إن ما يخشى الله من إبادة العلماء إن الله عزيزه وغفوه أقول هذه الآيات تشير بدقة فائقة إلى ارتباط ألوان الثمار بألوان الصخور والطربة التي تنمو عليها وارتباط ألوان الإنسان والحيوان بارتباط ألوان الصخور والطربة التي يعيشون عليها وهذه الحقيقة لم يكتشفها الإنسان إلا في العقود المتأخرة من القرن العشرين وإرادها في كتاب أنزل من قبل 1400 سنة على نبي أمي صلى الله عليه وسلم وفي أمة كانت غالبية الساحقة من الأميين مما يؤكد لكل ذي عقل أن هذا الكتاب لا يمكن أن يكون صناعة بشرية وهذا هو أحد رسائل الإشارات العلمية في كتاب الله ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفة ألوانها ومن الجبال جدن بيض وحمر مختلف ألوانها وغربي بسود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه وكذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور وكثير من الناس يتخيل أن العلماء هم علماء الشرع فقط ومع تسليمنا بأن علماء الشرع على الرؤوس هم يحملون أعظم أنواع العلم بيان من الله سبحانه وتعالى لهداية البشرية في القضايا التي يعلم ربنا تبارك وتعالى بعلمه المحيط أن الإنسان لا يستطيع أن يضع لنفسه أي إجابات صحيحة في أي من تلغى القضايا قضايا العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملات ولكن الخطاب هنا لعلماء الكون لم تر أن الله أنزلنا من السماء إيمان علماء المناخ فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها علماء النبات وعلماء الزراع باختلاف تخصصاتهم ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وعلماء الجيولوجيا علماء الأرض ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إنما الله عزيز الغفور فالخطاب هنا لعلماء الكونيات ليس مخصصا لعلماء الشريعة وحدها ولذلك نقول أن من ميزة الحضارة الإسلامية كان شمول المعرفة مع احترام التخصص ومن مآسي الحضارة المعاصرة المبالغة في التخصص التي ذفنت الناس في دوائر ضيقة للغاية يعيشون ويموتون فيها دون أن يدركوا حقيقة رسالة الإنسان في هذه الحياة ويا ليت الأمة الإسلامية تعاود هذا الفهم من جديد أن يكون للدارس والعالم شمول في الفكرة ويكون له تخصص يعني نحترم التخصص مع الدعوة إلى شمول المعرفة وأنا أضع المعرفة الإنسانية في شكل خرمي قاعدته العلوم البحثة والتطبيقية ليس احتقارا لها ولا استهانة من شأنها ولكن هي وسيلة إعمار الحياة على هذه الأرض إذا لم يفهم الإنسان قوانين الله في الكون وسننه في الخلق لا يتمكن من عمارة الحياة على هذا الكوكب ويأتي فوق هذه العلوم البحثة والتطبيقية فلسفة العلوم والفلسفة في الإسلام هي حب الحكمة يعني لا يجوز لي أن أرى شيئا من خلق الله دون أن أفهم الحكمة من ورائه ولذلك يعتبر العلماء المعاصرون أن فلسفة العلوم مرحلة أعلى من دراسة العلوم ويأتي فوق ذلك الدراسات الإنسانية لأن الإنسان في الإسلام مخلوق مكرم وكل ما يتعلق بهذا المخلوق المكرم لا بد أن يكون مكرما اللغات مختلف آدابها الفنون النافعة بمختلف أشكالها التاريخ علم النفس الإدارة كل هذه علوم متعليقة بالإنسان فلا بد أن تأتي في مقام أعلى من مقام دراسة المادة والطاقة وحتى هذه المعارف الإنسانية لها فلسفاتها ويأتي في قمة الهرم وحي السماء وهو كما عشرنا بيان من الله سبحانه وتعالى إلى الإنسان في القضايا التي يعلم ربنا تبارك وتعالى بعلمه المحيط عجز الإنسان عجزا كاملا عن وضع أي الضواب الصحيحة لنفسه فيها هذا الهرم المعرفي لا يمكن لفرد واحد أن يلم به إلماما كاملا لا بد أن يتخصص في شريحة منه ولكن لكي يكون مثقفا مدركا لرسالته في هذه الحياة لا بد أن يلم بطرف من هذه المستويات كلها حتى يستطيع أداء رسالته في هذه الحياة على الوجه الذي يرتضيه الله وهذا من رسالات هاتين الآياتين القرآنيتين الكريمتين وإلى لقاء خادم إن شاء الله أستطيعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع داعيا لكم بكل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة